كانت عالمية ومجمونة حصلت زي ما سماه وسائل الإعلام الدولية The French Spider Man أو رجل العنكبوت الفرنسي هو زي ما قلت هو رجل فرنسي اسمه ألان روبار والحقيقة أنه راجل ده تسلق أطول أو من أطول المباني في لندن يمكن بنتكلم أنه من غير حبل ومن غير أي وسائل أمان وإحنا زي ما شايفين الراجل طالع من غير أي حاجة يعني تقريباً هو كان قرار خلوني أقول لحضراتكم أنه الراجل ده عنده 56 سنة وخلوني أقول لحضراتكم أنه الشرطة استنيته تحت يمكن فيه فيديوز كده على السوشل ميديا أنه الشرطة استنيته تحت لغاية منزل وبعدين تم القبض عليه اللطيف برضو في الموضوع أنه من الواضح أنه ألان روبار أو هذا رجل اللي بيتسلق نطحة سحاب في لندن ومن أطول نطحات السحاب في لندن أنه عملها 150 مرة قبل كده أو 120 مرة قبل كده واتقبض عليه قبل كده 20 مرة فعلاً يعني هو متعود الحقيقة تسلق قبل كده نطحات سحاب كتيرة جداً من أبرزهم بورج خليفة في دبي هو رجل لطيف أنا مش شايف أنه مجنون أنا شايف أنه رجل لطيف رجل ربنا يدي له صحة وزي ما حضراتكم شايفين ألان روبار دي فرانش سبايدر مان يعني بيهوى هذه المسألة من غير أي وسائل أمان من غير أي حبل من غير أي حاجة هو بيقرر يقوم بهذه المغامرة ما بتقليش حد بيعمل هنا كده ترجمة نانسي قنقر